موسيقى مهما امتد به العمر في الملاعب وفي العطاءات فأسامة تعرض في السنوات الأخيرة لمطبات في حياته الرياضية بدأت بإصابات عنيفة وإصابات قوية ثم في قضية منشطات وإيقاف والآن عاد يبدو أنه بعد عودته بعد الإيقاف أنه ما قدر يستعيد جهزيته البدنية لياقته وزنه الطبيعي أنا أعتقد أنه وصل إلى حد أنه أصبح النادي ينظر لأسامة على أنه عبء عليه من ناحية الرواتب ومن ناحية تواجده كعنصر في مجموعة الفريق حب أنه يعني إدارة النادي أنها يعني تضح حد لهذا العبء المادي واتفقت مع اللاعب واللاعب كان مستجيب وعمل المخالصة أنا أعتقد أنه يعني نهاية طبيعية للاعب مثل أسامة اللي تعرض مؤخرا في حياته الرياضية إلى مطبات معينة انتهت الآن بهذه المخالصة أنا أعتقد أنه يعني هي أنا أعتبرها شي طبيعي الآن أنه الاتحاد يعني ارتاح من الأعباء المادية والرواتب التي تدفع للاعب فنيا لا يستفيد منه واللاعب أنا أعتقد أنه في طريقه إلى الاعتزال الكرة يعني وما رح يكمل وما رح يكمل لأنه عجز على أنه يستعيد عافيته البدنية وعافيته الفنية وأنه يقنع المدرب بعودة المشاركة فلذلك أنا أعتقد أنه توصلت إدارة نادي الاتحاد إلى قرار أنه لا بد من الافتكاك بين الطرفين طيب كابتن حمد تعتقد أنه أسامة المولد ممكن يكمل مسيرته في نادي آخر يعني ممكن نادي عنده فرصة أنه يلعب فيه أسامة المولد ولا خلاص أسامة المولد انتهت مسيرته مع هذه المخالصة في نادي الاتحاد والله شوف بناء على المخالصة أنا شوف أنه لو الاتحاديين اللي هو ناديه طبعا ويتأهل فيه وخلال الفترة اللي توقف فيها لو كانوا يعني فيه بسيس أمل أنهم يشوفون أنه ممكن يتعب على نفسه أو يتعبون برضوهم عليه ويعطيه ممكن أنا مش القضية بس بالرواتب أنا أعتقد لو هم لأنه كبنية وكخبرة لكن فيه نقطة البيان أو المخالصة أعتقد إشارة واضحة أنهم راح يستفيدون منه فبالتالي ما فيه نادي بيقامر بيستفيد منه إلا إذا كان هو بيستقل الفترة هذه الحالية بيصرف على نفسه وبيسافر وبيعد نفسه بشكل جيد عشان يثبت ويرجع أنه عنده رغبة للعطاء هذا أمر آخر لكن المخالصة معناه أنه ما أعتقد في أي نادي راح يعني يأخذ لأنه ما شاف ها لعب الآن آخر مباراة لعبه يمكن من موسمين واكثر فمن مؤشرات يعني أي نادي يأخذه طيب